نعم هذا الحديث حديث أبي هرير رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال من نسيا والمراد بالنسيان أن يكون عالما للحكم ولكنه يكون جاهلا بالحال فالنسيان هو علم بالحكم ولكنه جهل بالحال يجهل أنه الآن صائم أو لا يحضر على ذهنه أنه صائم فيأكل ويشرب وأما من جاهل الحكم فإنه يسمى جاهلا ولذلك الفقهاء يفرقون في كثير من الأحكام بين الجاهل والناس ويجعلون للجاهل